تطورات الجوهرية في إجراءات التقديم لطلبات البطالة في النمسا واللي بيطالب فيها مكتب العمل بعملية التواصل الألكتروني يعني هيكون التواصل مع موظف مكتب العمل في صورة محدودة جدا جدا هيبقى التواصل عن طريق كله هيبقى أونلاين كله عن طريق التواصل الألكتروني وإن كان هيبقى دائل زامي من 2025 على أساس أنه يكون هناك تواصل من خلال الحسابات الخاصة بطالبي اللي هما في عملية بطالة أو البحث عن عمل ويكون عملية الزامية بالموضوع ده في خلال الأسبوع عن طريق أنه مرتين يدخل عن طريق التواصل الألكتروني ويكون فيه موعد هناك سواء أنه بيبحث عن عمل أو يبحث عن عملية زيادة الخبرة أو تأهيله بشكل أو بآخر يعني بعد سنة من الآن تحديدا في الأول من يوني أعتقد 2025 سيتم تطبيق هذا القارور أنا أعتقد هذا قانون قانون هام جدا وبالغ الأهمية ويخفف صراحة من الورقيات ويخفف من هدر الوقت ومن هدر الوقت لا يجب أن الدنيا كلها سيد الكريم تتجه إلى الأتمة الدنيا كلها تتجه إلى الكمبيوتر والهاتف والكذا المواعيد وموظف وهذا يميني وهذا متطرف وهذا مش عارف وفهمني وما فهمته وكذا لا خلص صار فيه تعامل أونلاين تعامل مباشرة هذا شيء ضروري جدا والأهم من ذلك أنه قالوا حسب الخبر يعني أن من لا يتعامل من لا يستجيب ومن ي ممكن أن يتعرض إلى عقوبات معينة فبالتالي نعم إذا كان عنده معيد ولم يتم الاهتمام بالمعادل اللي موجود به يوجد سنة يوجد سنة سيتم تأهيل إن كان على مستوى مكتب العمل والمؤسسات التابعة له أو إن كان على مستوى الأفراد الذي لسه لحد الآن ما عندهم حساب لمكتب العمل يستطيعون الولوج إليه وتقديم الطلبات المساعدات المالية المعينة البطالة ما إلى ذلك المرض وتقديم العمل كل هالتفاصيل لازم تتحول لهذه الطريقة وإن كان هناك الاتصال المباشر يمكن أحيانا بيعمل عملية يساهم في حماية تناقض بين الموظف وطالب العمل نفسيا هذا شيء يساهم في حماية المناخ السيد ممضوح يساهم بتخفيف العجأة يساهم بتخفيف التوترات بين الأفراد هذا شيء مهم جدا وأدعو كل من يسمعنا إلى الاهتمام بأن يكون عنده حساب إلكتروني من مكتب العمل للتواصل الأفضل والأسهل مع هذه المؤسسات ترجمة نانسي قنقر